بسم الله الرحمن الرحيم بنتناول نهاردة إن شاء الله الجزء الأخير من الوحدة الثلاثة اللي هو جوانب التقويم وده هنتكلم فيه، كنتكلمنا عن تكويم المتعلم والنهاردة بنتكلم عن المعلم ذاته ايه خصائص شخصيته ويه اللي يجب انه هو يتصف به تعالوا نشوف مع بعض خصائص شخصية المعلم أول خصية القدرة على إدارة الفصل المعلم يجب انه يكون له قدرة على أدارة الفصل ما ينفعش يكون الفصل موجود في صوت موجود في مشاكل لابد ان هو يكون له قدرة على دارة الفصل بنجاح النقطة الثانية السيطرة الاتزان الانفعال ما ينفعلش بسهولة ما يستفزش من قبل بعض الطلاب لابد ان يكون عنده قدرة على السيطرة قدرة على الاتزان الانفعالي امام طلاب النقطة المهمة جدا الكفاءة المهنية لابد ان هو يكون مدرس متخصص متميز في تخصصه ممكن يستعين بمقاييس مختلفة عشان يكيس الكفاءة المهنية زي مقياس ستانفورد اللي بيتضمن قياس كيفية اعداده للأهداف التخطيط أداء الدرس دي مقاييس تكيس المعلم في كانب الكفاءة المهنية الكدوة التواصل اللفظي استخدام الوسائل التعليمية أيضا هناك مقاييس أخرى زي مقياس الدكتور أحمد رفاعي غنيم يتضمن وضوح الأهداف ملأمة الأهداف كل هذه الأشياء من ضمن الأشياء اللي بنكيس بها شخصية المعلم إذن تناولنا اللي هو شخصية المعلم في ضوء الكفاءة المهنية وفي ضوء خصائص تتعلق بكدرته على إدارة الصف وكدرته على السيطرة على منفعالاته أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته